عشان كده ظهر عندنا منذ آلاف السنين أول إدارة للأمن القومي وبتوضح البرديات والنقوش وجود منصب حكومي مصري قديم وظيفة في مصر اسمه إيه؟ كاتم الأسرار كأول نموذج لجهاز استخباراتي في العالم كله يا جماعة الكلام ده من آلاف السنين عبقرية فظيعة مزهلة إن جدنا المصري في عصور صحيقة كانت الناس بتاكل بعض يبقى واصل بالدولة بالإمبراطورية لهذا الفهم إنه كمان يخلق منظومة وعلى رأسها موظف كبير اسمه كاتم الأسرار ده حصل عندما تجلى وعي الحكومة الناشئة في مصر منذ الأسرة الأولى من عهد ميناء موحد القطرين بأهمية الأمن لحماية مقدرات البلاد يتجلى وعي الحكومة الناشئة بضرورة الأمن وأهميته في حماية الدولة حيث يظهر ولأول مرة لقب كاتم الأسرار الذي يوحي كما يرى علماء المصريات بوجود إدارة للأمن القومي بكل ما تعنيه الكلمة من ضرورات الأمن في عصر الحديث وينبغي الوقوف عند هذا اللقب لأهميته ولما يعنيه من خصوصية وظيفية لها أهميتها بدليل اعتزاز أصحابها بذكرها سواء في بطاقات أو أختام هذا العصر المبكر أو ما تلاه من عصور المدهش فعلاً إن الدولة المصرية الإمبراطورية المصرية أدركت أهمية وجود إدارة للأمن القومي منذ زي ما قلتلكم من شوية منذ القدم منذ البداية منذ بسم الله الرحمن الرحيم يلا نعمل دولة موحدة عهد الأسرة الأولى اللي أسسها جدنا ذو المكانة والمهابة مينة موحد القطرين مينة موسيقى كرت كثير موسيقى